السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي في هذه الحلقة الجديدة والتي سوف نوضح فيها بإذن الله سبحانه وتعالى متى وقعت غزوة الأحزاب أو غزوة الخندق بداية هناك العديد من الإخوة الكرامي الذين أرسلوا لي بعض الرسائل والذين يريدون توضيح مني هذا الأمر فبالتالي غزوة أو هذه غزوة الأحزاب أو الخندق وقعت في شهر شوال من العام الخامس للهجرة الموافق في شهر مارس لـ 627 ميلادي بين المسلمين بقيادة الرسول محمد والأحزاب الذين هم مجموعة من القبائل العربية المختلفة التي اجتمعت لغزو المدينة المنورة والقضاء على المسلمين والدولة الإسلامية وإذا كنتم تحتاجون أي تفاصيل أخرى عن هذه الغزوة تستطيعون سؤالي بأي وقت تحبون به فأنا لدي فريق متكامل ليجيب على أسئلتكم